بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أخوة الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أخوتي في الله جميعا ورحمة الله وبركاته لهي أيام عظيمة ونحن نحتفل بذكرى تنصيب الإمام علي عليه وفضل الصلاة والسلام ونحتفل بإكمال الدين وإكمام النعمة بولاية أمير المؤمنين أعادنا الله وإياكم على هذه الذكرى إن شاء الله وجميعا في فرحة وسعادة وحبور بإذن الله لن نطيل عليكم كثيرا إن شاء الله قصيدة بعنوان بريد ملكوتي الصعود قبل البدء أقول سريعا أبيات صغيرة في حق هذه القرية لأنني طيلة واحد وعشرين عاما من عمري في كتابة الشعر لم أتشرف للأسف في كتابة واحد عشرين عاما في كتابة الشعر في كتابة الشعر لم أتشرف حقيقة في إلقاء شعر في هذا المكان المقدس طهر الشريف في قرية المرخ فبالتالي يقول بلاد المرخ والحب سكاب فلا تخشى رصاصا أو تهاب بلاد الحب والحب سكاب فلا تخشى سيوفا أو تهاب إذا ذبحت يكون بها الجواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب صل على محمد بريد ملكوتي الصعود إلى غيمة الإنسان يبدو صعوده نبيا وريح الوحي حبا تقوده إلى غيمة الإنسان يبدو صعوده نبيا وريح الوحي حبا تقوده وسكيا بدلو النور يرتاد جنة بماء من القرآن تنمو وروده فينهل من كفيه صبح ورحمة وعدل برب العهد قامت عهوده وسيلا من الألطاف يزكو غديره ونهرا من الآيات يجري وجوده فيسقي بماء الشمس ظلمة عالم لتزهو في الأزمان فجرا عقوده لعقوده ليحيي بأمر الله أرواح أمة وينفخ في الطير الحياة وقوده يجود بفن الأطف معزوفة السماء فهل في فنون الأرض كفو يجيده ويرخي جراب الأفق بالزند محرما وكم أحرمت لله شوقا زنوده ليملأ ثغر الدهر لحنا وآية من النور والإحسان يحلو نشيده سحابة جود قام لله قانتا ومن سلسبيل الغيب ينثال جوده وبين زقاق الليل طيف ملثم وبين زقاق الليل طيف ملثم وحشد من الأبواب كل يريده إذا قيل دار لليتامى تدورت يقال بعطف الله يأتي بريده إذا قيل دار لليتامى تدورت يقال بعطف الله يأتي بريده وكم شرفة للقلب يجتاح دفئها شتاء على الأزهار يعلو جليده وكم شقي جاء ناقة حلمنا بطعن وفي الإنسان تطغى ثموده قرأناه إشعاعا يسح فرائدا من الطهر والحب النفيس رصيده فخبأ في رحل الزمان صواعه لتتبعنا حبا ولطفا جنوده يرقع من فقر الملايين ثوبه جلالا وإن الله نورا يزيده بهاء بهاء ألبس الزهد كونه ولم تعبد الصفراء يوما حدوده ولم يستلب كالريح جلب شعيرة ولم تنمك الصحراء يوما جلوده وهذا جريد النخل قد زان بيته ليسمو للأفلات زهوا جريده علي ببحر الغيب فلك ورحمة على إلى موجة الإيمان يبدو صعوده علي حشود الضوء في كل بقعة فإن أظلم التاريخ لبت حشوده علي بريد الله للعدل والهدى سفين وريح الوحي حبا تقوده صعودا إلى الإنسان حيث لقاؤه هطولا من القرآن حيث خلوده والسلام 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 ورحمة 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 بسم الله الرحمن الرحيم قصيدة أخرى بعنوان ضيافة بحجم الغيب كل الصباحات مذمرت بشرفته تنفست جنة تزهو ببسمته كل المساءات مذمرت بشرفته تنفست جنة تزهو ببسمته تسلقت بخيوط الماء نافذة من السماء فحطت قرب غيمته وراحت الريح تستقصي ملامحه حتى ترى الصبح محفورا بوجنته كل المسافات كان الله يحملها إلى سلام النبي تحت جبته وكان جبريل في المسرى يرتبها على براق الهدايا نحو رحلته كانت تخيط له الآفاق مئذنة مشغولة بطواف حول قبلته يدير من إصبع القرآن أنجمها فتنتشي الأرض في حبات سبحته هنا استفاض كليم الطهر أشرعة ليعبر البحر مصحوبا بموجته وكنت أتبع خطوا كان يرسمه بالنور إذ علقت شمس بخطوته حتى وصلت رأيت النهر في يده يهوي سجودا على أعتاب ضفته رأيت نوحا وكان الليل مختنقا يدق مسمار وحي في سفينته ورحمة رحمة في كل زاوية تهاطل الإسم وحيا عند ضربته علي وانهمر الإصباح فارتشفت كل الحضارات بعضا من حقيقته كقاب قوسين جئت الآن أرمقه بزورق الله رحالا بسجدته في عينه سورة الإنسان يعجنها حلما إذا امتزجت هديا بدمعته قمحا فقمحا كجل الدمع مائدة من السماء نزلت عيدا لدعوته في صدره يوسف الأوطان محتشد في صدره يوسف الأوطان محتشد وكل فغر تسامى نحو حنطته يُقطر الشمس في جبا وأفئدة ليوفي النذر مكيالا لأخوته قد قيل إن نفتا جادت سنابله بلقمة الأفق مزدانا برحمته ليلقي من رمل أحلاما وساقية ويعصر الفجر في أقداح لقمته قصته تائقا أصغي لشكشقة شفيفة البوح في مرآة خطبته وقد دنوت إليه كان منهمرا ومرت والغيم إلا فوق جبهته يسح وردا على الدنيا فيملأها جنائنا كي تصلي خلف جنته فقال لي قم معي وانسل مبتسما فجئت بيت النما وحي بطينته جلست إذ يفرش الإنسان لي وطنا وينقش الحلم في أنفاس صفحته ويسكب الضوء من فنجان معجزة فالضوء في كل أرض بعض قهوته ويطفئ الشمع أوجاعا مؤجلة ويشعل العمر من أهدا بشمعته وعندما رحت أستجد السماء على جفونه مذتراءت فوق مقلته وجدتني حاضنا جذعا ونارهدا كميثم الله مصلوبا بنخلته شعر الأستاذ ناصر زين فليتفضل مصببا بصلاة على محمد وآلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم في الجولة الأخيرة إن شاء الله وتطفلا مني على الشعر الشعبي بعد أن أتحفن الشعر الجميل سعيد الأصفور بأبياته سوف ألقي بعض الأبوديات إلى مجموعة من الشعراء الإخوان ونسأل الله القبول همتكم وياي إخواني علامة يا من حبه لك المؤمن علامة يا من حبه لك المؤمن علامة إذا نشكر ضماماه علامة هوانا من علي حيدر علامة أراد الله يكون لنا الهوية إهله علينا هالشهر يا رب إهله علينا هالشهر يا رب إهله ولا تحرمنا واجعلنا أهله أدمعي في مناجاتك أهله ووفقنا إلى التوبة النقية وقبلك أنا المشتاق زورنك وقبلك أنا المشتاق زورنك وقبلك يا من رب السم اختارك وقبلك تكونوا لا أحد بعدك وقبلك شرف للكعبة يا حام الحمية وقف له وقف له وقف له لخلي حب علي بقلبي وقف له لخلي حب علي بقلبي وقف له وكل نبضات حصريا وقف له وقف له عليها الكلش بالدنيا وقف له يقدم باعتها هاي المسيح وكفه علي حبك غمر هالكون وكفه علي حبك غمر هالكون وكفه وباعتك الأذى عنا وكفه يمد لك كل فرد إيدا وكفه يبايع بالولاية الحيدرية وناجيك 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 بحركان غرجانك وناجيك ردت منك إذن أحضر وناجيك أجيك الحاير أجيك الحاير تسمعني وناجيك وقل لك شلي سوى الشوق بي وجود أردت باسمك الغالي وجود أردت باسمك الغالي وجود وعلى أحبال الوصل خلني أجود نعيشية من الحلوى في جو ود عسان نبجاه جبار العلية وراها نختم إن شاء الله وراها أناظر هيبة القبة وراها أناظر هيبة القبة وراها ذهب نورك يا بوليمة وراها شفت أنوار صرت تمشي وراها أخذت نوياك للجنة العلية هذه أبودية إلى شاعر إلى شاعر جميل وأنيق يجلس بالقرب مني على الميزان قلبي ومدري شوزا شوزا على الميزان قلبي ومدري شوزا تقول أوزن شعارك يا أخي شوزا شوزا هو الكرار هو مطاط وشوزا ومن شوزن يا محل الشضية شوزا على الميزان قلبي ومدري طبعا مو يلي طبعا واحد قاعد صوبي على الميزان قلبي ومدري شوزا تقول أوزن شعارك يا أخي شوزا شوزا هو الكرار هو مطاط وشوزا ومن شوزن يا محل الشضية هذه الأبودية إلى شاعر جميل أول حرف من اسمه سيد علاو الغريف سكة هذه عدمو إليه نختم بهذه الأبودية سكة علي لشي عباب النار سكة علي لشي عباب النار سكة وسكة موقع ومختوم سكة وكل من يبغض الكرار سكة بدماغ ضربه والرفس علي سكة 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 أبوه الخاص في مساحات الشعر وقد أتحفتنا شاعرنا الكريم بمقطوعات كلها جمال ساحر ونشكر لك مشاركتك المميزة في هذه الممسية الشعرية ونتمنى منك المزيد من المشاركات في المرات المقبلة إن شاء الله نستمر الآن مع الشاعر الأستاذ السيد علوي الغريفي فليتفضل مصبوبا بصلاة على محمد وآله وآله وصلاة على محمد